مصار المصالحة التركية أو المصالحة مع تركية أراها في تقديري في ما فيش تقدم أو بلا تقدم أو ربما في عملية تجميد أو ربما عملية توقف أو ربما عملية يعني ما تم الوعد به لم يتحقق ده تقديراتي أنا الشخصية على الصعيد الليبي تحديدا والدليل الكلام اللي أنا بقوله وجبته لحضراتكم وأيضا لدي دليل آخر بصرف النظر عن حقيقة ما يجري أنا كيف أأمن لك وهدي أثر فأسك كما يقول المثل العربي الشهير أنا بتكلم عن الإعلاقات المصرية التركية ونحن لا نخجل ليس لدينا ما نخجل من تركيا صالت وجالت وفعلت الأفعيل تجاه مصر ولا مصر لم ترد وكانت مصر صامدة صابرة بصبر استراتيجي لأن احنا مش فاضين لأي أمور بتبعدنا عن ما نخطط له من إعادة بناء دولتنا لكن دون أي تفريط أو دون أي تقصير في الرد على أي خروج على الأعراف الدبلوماسية فاتح الأتراك قالوا عايزين تصالح ومصر دولة عظيمة ومصر دولة كبيرة وأردغان صلى الجمعة وأعديد على مصر وخلوص الأكار وإلى آخر ما فيش مشكلة وفق يعني كل هذا الكلام احنا يعني تابعناه وللحقيقة قلنا إنه لا عداء دائم ولا صداقة دائمة المصالح تتحدث وإحنا مؤمنين تماما بأن السياسة كلها لعبة مصالح ومصلحة شعبي أهم خلاص هم عايزين تصالحه عايزين نرسم الحدود في المتوسط لازم القوات الأجنبية تخرج من ليبيا لازم يكون فيها عادة داخل في الشؤون الداخلية إلى آخر وشفنا بعض بوادر هذا من خلال يعني بعض المحطات الإخوانية هناك إلى آخر لكن فجأت خلال الأيام القليلة الماضية بالمدعو يسين أقطاي ده مستشار أردغان وهو يعتبر أحد أضلاع الوصلة بين السلطة التركية وبين التنظيم الدولي وبين جماعة الإخوان خرج علينا بمقال أو بتصريحات بيهاجم فيها القضاء المصري بيهاجم فيها حكم تأييد حكم الإعدام من محكمة النقض على مجموعة من الإرهابية ليس هذا تدخولاً في شأن داخلي مصري طبعاً تدخول غير مقبول ومرفوض قولاً واحداً ودون مناقش أن يصدر بيان أو تعليق من أحد أعضاء السلطة الحاكمة في تركيا ضد حكم قضاء مصري فهذا أمر مرفوض ونحطه على جنب في لستة الملاحظات على أداءهم هو احنا بنرأي بعض هو احنا بنتابع بعض هو احنا مش قلنا تهدئة على غتب لما صارت تتحرك لكن احنا بنقوله وبنعد رقم واحد تصريح ياسين أقطاي مخلفة غير مقبولة وليس لها غفران اتنين الصحف التركية الموالية لأردوغان وبعض الصحف الأخرى المملوكة لقريبين من أردوغان بلأت في محاولة الحديث بشكل غير مقبول عن القضاء في مصر وعن ذكرى كان وفاة إبراهيم ولا إيه ذكرى ذكرى وفاة محمد مرسي الخميس اللي فات بدأوا يكتبوا مرسي والشهيد والعفيف والكلام اللي انتوا عارفين وبدأ تركيا النهاردة واللنبارح زوجة محمد البلتاجي خارت مجموعة من الإخوان وعملت مظاهرة في الشارع بتطالع بتطالب بيه إيقاف حكم الإعدام وسناء عبدالجواد مراد محمد البلتاجي فين؟ في تركيا لو عندك صورة إبراهيم بعد إذنك عشان نبقى باشي كلام أهو قادي قادي سناء البلتاجي ومجموعة الإخوان اللي حواليهم وقدامكم حتى صورة أهو دي وقفة فين؟ دي في تركيا دي وقفة في تركيا أو مظاهرة في تركيا بتقول هذه المظاهرة أهو حاطين صور القتلة القتلة أهم البلتاجي وصفت مش عارف مين ومين ومين وشغالين طبعا دول حرائر الإخوان الموجودين برة وكلهم طلعين بهذا الشكل والحكومة التركية سمحت لهم أنهم يقوموا بهذه المظاهرة خلاص يا إبراهيم شيلها لكن أنا بس بجمع قدام حضراتكم وبمنتهى الهدوء ياسين أخطاي عندك إبراهيم المقال اللي أكتبه ولا التصريحات؟ جبه هالي برضو يبقى ما قام به ياسين أخطاي وأيضا ما قامت به الصحف التركية أو بعض الصحف التركية فيما يخص الحديث عن شأن داخلي مصري وخاصة شأن القضاء المصري غير مسموح لحد لا في مصر ولا بر مصر إنه يعلق على حكوم القضاء غير مسموح ده القانون وموضوع المظاهرة والتظاهرات وغيره أعتقد أنه برضو غير مقبول أنه يكون فيه تدخل فيه الشأن الداخلي المصري وإحنا عندنا كتير يعني عندنا كتير جدا على تركيا والداخل التركي وإلى آخره لكن إحنا بنحترم تماما يعني التواصل السياسي أو محاولات التواصل أو محاولات الواصل السياسي إن كانت لأنه في مصلحة الشعوب لكن إدارة حاكمة بين قسين أنا آسف غشيمة إدارة حاكمة غشيمة هناك لأنه فكرة الخروج من عباءة الإخوان أو إخراج الإخوان من المشهد ده بالنسبة لهم بيخسرهم شوية سياسة داخل بعض الأوساط لكن أنا برجحكم تاني الكلام أردغان وكلام الراجل خلوصي أكار وكلام علي بابجان وكلام أحمد داود أغلو وكلام كل القيادات سواء المعارضين أو المؤيدين أنا فاكر كان مين بيقول له علي بابجان من كم يوم بيقول له يا عم احنا قلنا لك مصر لا يا عم قلنا لك مصر لا يا سيدي قلنا لك مصر اوعى تخسر مصر يا عم قلت قلت مصر فيها وفيها وفي الآخر دا دا جاية ترجع لهم دا فيديو من كم يوم يا بابجان دا علي بابجان دا كان أحد أضلاع النظام في تركيا في كل أحوال أنا مش عايز أفتح الملف لأنه يعني مش عايز أفتح لأنه فيه كتير لكن خليني أقول لحضراتكم دي لمحة أنا بربط الأمور ببعض وبقول ربما ما جرى من تركيا في الداخل التركي تجاه مصر ثلاث حاجات وربما ما قامت ما لم تقم به تركيا تجاه ليبيا دا أمر مهم جدا لو حاطت لتين على بعض يديني صورة أن تركيا ما تحركتش لقدام في أمر المصالحة بشكل جدي ومن ثم أرى أن هناك غيوم وسحب وضباب بيحيط هذه المسألة وسوف نرى ونتابع معكم خلال الفترة القادمة ما يمكن أن تسفر عنه هذه الأمور هل بتصحح تركيا مصارتها مرة أخرى أنا أشك في ذلك لكن بننتظر ربما أكون مخطئا هذه مشاهد الإعدام الجماعية إلى أين ستقود دا مقال ياسين أقطاي بالعربي دا مش واحد كاتب بيقول رأيه دا مستشار رئيس الجمهورية التركية بيتكلم على مصر والقضاء المصري في أمر مهم جدا جدا للمصريين شعبا وحكومة وقائدا وقضاءا دا مسألة بالنسبة لنا ما فيهاش في صالح شكرا للمشاهدين